موسيقى نشعة أخبار الرياضة نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم احتضن اليوم ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية قمة عربية ودية بين مصر والجزائر في إطار استعدادات المنتخبين لكأس أمم إفريقيا بكوديفور وانطلاق تصفية مونديالي 2026 شهر نوفمبر المقبل وتعد هذه المواجهة الواعدة الأولى من نوعها بين المنتخبين منذ نصف نهاية كأس أمم إفريقيا 2010 بأنجولا وكان الخضر قد فاز في الودية الأولى على جزر الرأس الأخضر بخمسة هداف لهدف الخميس المنصر بقسنطينة شرقي الجزائر فيما فاز بدوره المنتخب المصري على زامبيا بهدف وحيد قال مدرب المنتخب الجزائري جمال بالماضي إن الخضر سيواجهون واحدا من أحسن المنتخبات الإفريقية من الضغل التتويجات القارية العديدة للمنتخب المصري والقيمة الفنية العالية لكتيبة الفراعنة من جهة أكد قائد محاربية صحراء رياض محزن المنتخب الجزائري يتطلع لتحقيق مزيد من الألقاب بعد تتويجه بيكان مصر 2019 إن المنتخب المصري الأكثر تتويجا في إفريقيا إنه فريق متماسك بالرغم من الأوقات الصعبة التي مر بها لا أريد تدخل في شؤون الداخلية للفراعنة أو القول أنهم ليسوا في أفضل حال حاليا إنهم هنا دائما المنتخب المصري متأهل إلى كاس إفريقيا كما يعتبر وصيف النسخة السابقة وخسر في الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022 أمام السينيغار ويدل ذلك أن مصر لا تزال هنا للمنافسة ولذلك أقول إننا سنواجه خصما متميزا لديه خبرة واسعة في طريقة التعامل مع مثل هذه المباريات ينتبك إحساس مختلف عندما تلعب للمنتخب الجزائري سواء لعبت في أوروبا أو مثل ما ألعب حاليا في الشرق الأوسط وأواجه تحديا كبيرا في دور جديد لكن حقيقة الدور الذي ألعب فيه حاليا مختلف تماما عن الدور الإنجليزي الممتاز لا أزال صغيرا ولديه إحساس جيد وحافز كبير لمساعدة الجزائر على بلوغ أفضل مستوى ممكن في البطولة الكبرى فوزنا بالفعل قبل أربع سنوات بكاس إفريقيا لكنني والمنتخب لا نزل متعطشين لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات وهذا بالنسبة لي أهم الشيء ومن جهته أثنى مدرب المنتخب المصري البورتغالي روي فيتوريا بالمنتخب الجزائري كما أشعر إلى جاهزية أشباله لهذه المواجهة التي ينتظرونها بشغف كبير سنواجه منتخبا يتمتع بنخبة من أفضل لاعبين لكننا ندرك بالفعل أننا جاهزون وأننا تطلعوا بشغف كبير لهذه المباراة كما أشعر إلى جاهزية أخر مباراة وفي أخبار الكرة الأوروبية حازا جافي هدفا بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني يقود إسبانيا إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا بعد الفوز بهدف دون رد على النرويج في أوسلو أمس الأحد وبهذا الفوز رفع منتخب العروخ رصيده إلى النقطة الخامسة عشرة في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن المنتخب الإسكتلاندي ليضمن المنتخبان التأهل إلى اليورو القادم بعد أن تجمد رصيد نرويج عند عشر نقاط في المركز الثالث وتبقت له مباراة واحدة فقط ما يعني استحالة لحاقه بالمنتخبين الإسباني والإسكتلاندي نحن سعيدون للغاية وبوسعك تخيل الجو في غرف تغيير الملابس لكنني سعيد أكثر لأنني أعتقد أن أداء المنتخب تحسن تركنا طباعا بأن المنتخب بدأ يلعب ككتلة واحدة ويحقق نتائج رائعة أعتقد أن هذا المنتخب هو منتخب مستقبلي اللعبون بذلوا مجهودا كبيرا من أجل الفوز والاستمتاع بهذه اللحظة أعتقد أننا نستحق الفوز وسنستمتع به كثيرا بدوره صعد المنتخب التركي لبطولة أمم أوروبا عقب فوزه العريض على ضيفه اللاتفيا بأربعة هداف دون رد الأحد في طال الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الرابعة وبهذا الانتصار رفع المنتخب التركي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة مع تبقي مباراة واحدة له في التصفيات في حين تجمد رصيد اللاتفيا عند نقطتين في المركز الخامس ويتفوق المنتخب التركي في الصدار على منتخب ويلز الذي صعد إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد عشر نقاط بعد فوزه بهدفين لواحد على كرواتيا صاحبة المركز الثالث بالرصيد نفسه ضمن منافسات الجولة ذاتها أعلن الفرنسي كريم بنزيمة لعب اتحاد جد السعودي دعمه المطلق والصريح للقضية الفلسطينية إثر عدوان الكيان الصهيوني النجم السابق لريال مدريد الإسباني أكد في منشور عبر حسابه رسمي بمنصة X تضامنه ودعمه لسكان قطاع غزة وكل ضحايا القصف غير العادل الذي لم يسلم منه لا النساء ولا الأطفال ولقي منشور صاحب الكرة الذهبية للموسم المنصر امتفعلا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي بأزيد من 34 مليون مشاهدة في غضون ساعة قليلة في خبر آخر كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن احتضان الجزائر المباريات المقبلة للمنتخب الفلسطيني الرسمية منها والودية بيان ألفاف أوضح أن السلطات العليا للبلاد وافقت رسميا على طلب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب المتمثل في احتضان مباريات منتخب بلاده في تصفية كأس العالم 2026 ومباريات تصفية كأس آسيا 2027 وسيقوض المتخب الفلسطيني في الحادي والعشرين نوفمبر القادم مباراة أمام أستراليا في اطار تصفية مونديال 2026 وافقت اللجنة الأولمبياد الدولية بتصويت أعضائها ضمن الاجتماع المكتب التنفيذي الاثنين على توصية اللجنة المنظمة لأولمبيادة لوس انجلس 2028 بإدراج خمس رياضات جديدة وتم ترسيم قرار إدراج سكواتش والبيسبول والكريكت بالإضافة لرياضتين لاكروس وكرة العالم وكان المجلس والتنفيذي للجنة الأولمبيادة الدولية قد وافق الخميس على انضمام هذه الرياضات لبرنامج أولمبيادة لوس انجلس قبل أن توافق اللجنة بمناسبة اجتماعها في بومباي بومباي إذن بالهند ويحق لكل مدينة منظمة للبطولة التوصية بدخول ألعاب جديدة بشكل استثنائي ولم يعرف بعد إن كانت هذه الرياضات ستستمر بعد أولمبيادة لوس انجلس أم كمشالكة لمدة نسخة واحدة مثل ما حدث مع الكاراتي في غلال أولمبيادة توكيو 2020 تمكن منتخب جنوب إفريقيا من إقصاء نظيره الفرنسي من ربع نهاية منافسة كأس العالم للريقبي التي تحتضنها فرنسا إلى غاية الثامن والعشرين أكتوبر الجاري وتمكن ممثل القارة الإفريقي بطل العالم في ثلاث مناسبات من افتكاك تأشيرة العبور إلى المربع الذهبي بعد تفوقه بنتيجة 29 مقابل 28 في لقاء الذي احتضنه مرعب ساندوني بالعاصمة الفرنسية باريس وسيواجه حامل لقب النسخة الماضية في النصف النهائي منتخب إنجلترا السبت المقبل في حين ستلاقي الأرجنتين نيوزيلاندا يوم الجمع أنا فخورة جدا بمنتخب بلادي نجحنا في تآهل ونحن سعداء جدا لقد كانت مباراة استثنائية خسرنا المواجهة في الشوط الأول لقد واجهنا محاربين حقا لا أجد ما أقول تهانية لمنتخب جنوب إفريقيا نشعر بخيبة أمل كبيرة لقد راهنت على الفوز لكننا انهزمنا أنه أمر محزن حقا ختام موعدنا الرياضي مشاهدين الأفاضي المزيد من الأخبار تابعون عبر مختلف منصاتنا الرقمية ظاهرة أسفل الشاشة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة